وإلى البرصة المصرية حيث تبينت المؤشرات مع ختم تعملات جلسات اليوم واتجهت تعملات المستثمرين المصريين والعرب لشراء في حين مال التعملات الأجانب نحو البيع وسجل رأس المال السوقي مستوى 622.3 مليار جنيه وذلك وسط تدولة بلغت نحو ملياري جنيه وعلى صعيد المؤشرات تترجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة فاصل 42% ليغلق عند مستوى 9237 نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة فاصل 50% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة فاصل 30% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة اشتركوا في القناة